بسم الله الرحمن الرحيم وبنات وفتن وأنا أريد ربي وأنا خايف على نفسي أنا أعاني يا شيخ أرجوك دلني ماذا أفعل يقول بدأ يشكي لي ويشرح لي بطريقة يعني فعلا فيها استعطاف يعني عطفت عليه الولد صادق في مناجاته صادق في شكواه فقلت له ألا أدلك على خير مني وهو يستطيع وأنا لا أستطيع ويداويك ويعالجك تماما قال من دلني عليه أرجوك قال اذهب إلى الله واشتكي له بمثل الكلام الذي قلته لي تماما وقل له ما في قلبك وماذا تريد يقول هذا الدكتور وفعلا أعانه الله وهداه وتغيرت حاله بفضل الله ومنه وكرمه القصة الثانية كذلك لرجل كان مدمنا على الخمور والمسكرات يعني كان إنسان بيئته فاسدة وفي نعوذ بالله المراقص الليلية هذه حياته وكان جار أحد الأئمة فذاته يوم الإمام انتبه أن هذا الرجل صلي خلفه في الصف الأول فتعجب فقال سبحان الله سبحانه مغير الأحوال يقول فإذا الرجل مستمر أيام وهو يحظر ويحافظ على الصلاة يقول فسلمت عليه بعد الصلاة ودار بيني وبين حوار ثم قلت له ما شاء الله أنت تغيرت يعني ما هي قصتك ما الذي حصل لك كيف تركت هذا الأمر فقال والله يا شيخ ذات يوم وأنا جالس في غرفتي لوحدي وأمامي الخمر والكأس فقلت وأنا أناجي ربي تعلم يا رب أن هذا يحزنني وهو يشير إلى الكأس والخمر وأنا يا رب أريدك ولكني لا أستطيع وأنت الله على كل شيء قدير يا رب أرجوك ارفع هذا الحاجز الذي بيني وبينك أرجوك يا رب ارفعه عني أنت الله القدير يا رب يقول هذا الإمام وهكذا تحول الرجل في ظلام ليلة واحدة إلى واحد من أفضل من عرفت رشدا والتزاما وحبا لله وبغضا للمنكرات كانت اليد التي جذبتها هي يد الله صدق مع الله فصدقه الله هذا الرجل صدق وهو يدعو الله سبحانه وتعالى في الخلوة انتبهوا لاحظوا كلها كانت في الخلوات لا أحد معهم ولكنهم اشتكوا إلى الله بصدق وإخلاص أنهم فعلا يريدون الهداية ولكنهم لا يستطيعون ولا ننسى قول الله تعالى وما كان لنفس أن تؤمنه إلا بإذن الله الإيمان والهداية هذه تأتي بإذن ممن من الله وحده لا شريك له فأنا أدعو أي إنسان يعاني من ذنوب متكررة عليه ومعاصي لا يستطيع تركها أدعوه أن يستخدم هذا الأسلوب المجرب العجيب انتائجه مبهرة ويستمر وسيرى بإذن الله وسيرى ما لم يكن يتوقعه أعرف شخصا ثقة يقول لي كنت أعاني من شهوة النساء والنظر إلى النساء وكان هذا الأمر يعني يؤلمني جدا يعني ويعني مؤذي في علاقة بيني وبين ربي سبحانه وتعالى وطبق هذه الطريقة ذهب واشتكى إلى الله في مكان خالي بقلب صادق وإخلاص يقول ويقسم بالله العظيم مرت عليه عدة سنوات لم يرى فيها امرأة واحدة نظره بشهوة الذي كان يظن أنه مستحيل بقدرة الله وبأمر الله تحقق حمى الله سبحانه وتعالى عينه وبصره من الحرام انظروا هذا شخص جرب هذه الطريقة والله سبحانه وتعالى عالج مشكلته تماما فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش به ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعادني لأعيذنه هكذا ورد في الحديث القدسي حديث الولاية الجميل الرائع يقول أحد العارفين نظرت إلى الطرق الموصلة إلى الله فرأيتها جميعا مزدحمة ونظرت إلى طريق التذلل والانكسار فإذا هو فارغ لازدحام عليها إذا أتتك فرصة إذهب إلى البحر لوحدك واجث على ركبتيك عند الشاطئ ومد يدك للملك الأعظم الله جل جلاله واشتكي حالك وتذلل وضع خدك على الأرض وافتقر إلى الله ومد يد الفقر وارجو من الملك العزيز الوحاب كلما حققت العبودية والتذلل للملك الأعظم الله جل جلاله كلما أتتك الرفعة والعز وأتتك الهداية والنور ولا توجد عطية أعظم من عطية الهداية والشعور بالقرب الإلهي منك والحب الإلهي لك وهي تعتبر فردوس الدنيا أنت دخلت الفردوس قبل الفردوس كما قال العارفون والصالحون إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة ويا مقصص سمعتها ورأيتها فعلا هؤلاء الناس يا أخواني يريدون يريدون فعلا الهداية هناك أناس صادقين في طلب الهداية الله إذا علم أنك صادق وذهبت إليه وطلبته منه الله هو الذي خلق الكرم هو الذي علمنا الكرم هو الذي أوجد الكرم أنت تطلب من الأكرم استمروا على هذه الطريقة اقتنسوا الفرص بالخلوات مع الله سبحانه وتعالى على بحر أو في بر أو تحت شجرة أو فوق جبل أو في زاوية من زوايا بيتك لا يراك فيها أحد استخدموا أسلوب التوسل والتذلل والافتقار كررها مرة ومرتين وثلاث وأربع وخمس في الشهر أربع مرات خمس مرات سبع مرات كرر كل ما أتتك فرصة اذهب إلى ربك واختلي به وناجه سبحانه وتعالى والله هو أعلم بنا منه وأرحم بنا من أي أحد أن تتوقع أنه يقدر فيدك لنكن أغنياء بالله لنتعلم أن نقف دائما عند بابه سبحانه عندك ذنوب معاصي اشتكي عند الله قول يا رب أنا يا رب ابتليت أرجوك يا رب انقذني أرجوك يا رب أعني أرجوك يا رب حبب إلي الإيمان وزينه في قلبي باب الله محتوه يا أخواني يا أخواتي باب الله محتوه